السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل لبس حمالة الصدر عند الامهات المرضى بتسبب زيادة في حليب الام ولا نقصان في حليب الام انا دكتور حازم رجب استشارة تب الاطفال تابعونا لبس حمالة الصدر لو كانت ديقة يا جماعة هتضغط على سدي الام المرضى وبالتالي هتضغط على قنوات اللبنية في السدي وهتقفلها وهيقل افراز الحليب عشان كده احنا بننصح الامهات انها هتلبس حمالة الصدر المناسبة لحجم السدي بتاعها طيب ومناسبة بقى ان حمالة الصدر الديقة بتقلل افراز اللبن ازاي ازود افراز الحليب عند الام المرضى. اول حاجة خلينا اقولكم ان الحالة النفسية والبدنية والعقلية للام اثناء الرضاعة ممكن تؤثر على الطفل بتاعها. عشان كده احنا بننصح الامهات لو انت عاوزها ما تأثرش ما تأثرش على طفلك عاوز اللبن بتاعك يزيد اثناء الرضاعة حضرك ترايح اعصابك تطف التلفزيون وتقفل الموبايل بتاعك وتقفل الباب القضاء عليك وتقعد على جلسك الكرسي بتاعك او الكنبة او الاريكة في وضع مريح جدا ايدك تبقى من لمسة الارض ومريحة شوري رجلك تبقى من لمسة الارض ومريحة وممكن كمان لو في امكانات تقري مجلة ولا كتاب وعوزيني خلي يعني ايه? وقت الرضاعة ده وقت ممتع ومنعش للجسم وللعقل بتاع الام. ويا ريت بحنا بنفضل ان بقى فيه اتصال جلدي بين الام وبين الطفل. ده هيزود ترابط الام مع طفلها كمان بيزود مرعة الطفل كمان هيزود اضرار الحليب عندها. لكن لازم نعرف ان كل طفل ليه طريقة خاصة في الرضاعة. يعني في اطفال هترضع برضو دقيقتين وخلاص وفي اطفال هترضع تلت ساعة الطريقتين قلنا قبل كان انها بتبقى صح. مدام الطفل في كل زيارة عند الطبيب بيزيد في الوزن. يبا احنا قلن لكم دلوقتي ان الحمالة لازم يكون حجمها مناسب عشان ما تأثرش على افراز اللبن. قلنا لكم الطرق اللي بتزود اه افراز اللبن. والطرق اللي ما تأثرش على عصبية او مزاج الطفل. يا ريت لكم جاهز فيديو ما تستشتركها من شير. شكرا. اشتركوا في القناة